الحمد لله رب العالمين او الحرم تعرف المؤلف الفدية بانه ما يجب بسبب الاحرام وهذا ظاهر وقد سبق الكلام عن محظورات الاحرام وما يترتب عليها وما يجب بسبب الحرم هذا متعلق بالصيد في الحرم وسيأتي الكلام عنها ايضا في فصل مستقل ان شاء الله قال وهي قسماني قسم على التخيير وقسم على الترتيب اي ان الفدية تنقسم الى قسم على التخيير وقسم على الترتيب طيب ثم وضح المؤلف القسمين قال فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين او ظفرين والامناء بنظرة والمباشرة بغير انزال مني فهذه فديتها كلها على التخيير طيب ما المراد بالتخيير قال يخير بين ذبح شات او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكن يخير بين هذه الامور الثلاثة سواء كانت كانت فدية اللبس او فدية الطيب او فدية تغطية الرأس او فدية ازالة الشعر او الاضفار او الامناء او المباشرة بغير انزال يخير بين هذه الامور الثلاثة وهذه الامور الثلاثة منصوص عليها في قول الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك وقد وضحت السنة المراد بذلك في حديث كعب بن عجرة بان الصيام صيام ثلاثة ايام وان الصدقة اطعام ستة مساكين وان النسك ذبح شه فهو اذا مخير بين هذه الامور الثلاثة ثم تكلم المؤلف عن قدر الاطعام لكل مسكين قال لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره هذا هو مقدار الاطعام مد بر او نصف صاع من غيره المد هو ملء كفي الانسان معتدل الخلق اذا مدهما هذا هو المد والصاع اربعة امدات فيقول مد بر او نصف صاع من غيره يعني من غير البر وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني في المسألة ان مقدار الاطعام نصف صاع لكل مسكين وهذا هو القول الراجح لان هذا قد ورد منصوصا عليه في قصة كعب بن عجرة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال له او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وهذا اللغو منصوصا عليه في الصحيحين وهو نصف صحيح صريح في المسألة فالقول الراجح اذا ان مقدار الاطعام نصف صاع سواء من البر او من غيره قال ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلافي ويشتري بقيمته طعاما ينزعه الفطرة فيطعم كل مسكين مدة بر او نصف صاع من غير او يصوم عن طعام كل مسكين يوم هنا المؤلف يعني اقحم الكلام عن جزاء الصيد ثم انه خصص الكلام عن جزاء الصيد في فصل مستقل فيعني هذا يعني لو ان المؤلف رتب الكلام لكان احسن لو جمع الكلام عن جزاء الصيد في فصل واحد لكان هذا احسن ولهذا في الشرح نحن سنرتب سنرتب الكلام فنرجع الكلام عن جزاء الصيد حتى نصل الى كلام المؤلف عن جزاء الصيد قال وقسم الترتيب يعني القسم الثاني الذي فيه الفدية على الترتيب كدم المتعة والقران المتمتع يجب عليه هدي لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت فهنا ليس له ان يعدل للصيام وهو قادر على الهدي وهو قادر على الهدي انما يعدل للصيام اذا لم يجد الهدي لان الله قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة الآية الصريحة في ان هذه الفدية على الترتيب وهكذا ايضا القارن حكم حكم المتمتع القارن حكم حكم المتمتع يجب عليه هدي فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم المفرد ليس عليه هدي قال وترك الواجب يعني لو ترك واجبا فعليه دم كما لو ترك مثلا الاحرام من الميقات لم يحرم من الميقات وانما احرم بعد مجاوزة الميقات مثلا فهنا عليه دم والاحصار اذا احصر عليه دم لقول الله تعالى فان احصرتم فما استيسرى من الهدي والوطء ونحوه وسيئة الكلام عن الوطء وما يترتب عليه فيجب على كل متمتع وقارن وتارك واجب دم واذا قال الفقه دم المقصود به شاه يذبحها في الحرم ويوزعها على فقراء الحرم فإن عدمه يعني عدم الدم لم يجد دم او ثمنه يعني وجد الدم لكن لم يستطع الثمن صام ثلاثة أيام في الحج والافضل كون آخرها يوم عرفه لقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج يقول مؤلف ان الافضل ان يكون آخر هذه الأيام يوم عرفه يعني انها تكون السابع والثامن والتاسع لكن هذا يترتب عليه انه يصوم يوم عرفه ووحاج وعذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام كان مفترا بل نهى الحاج عن ان يصوم بعرفه ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان الافضل في هذه الثلاثة أيام ان يكون آخرها يوم التروية وليس يوم عرفه وهذا هو القول الراجح حتى يكون مفترا يوم عرفه ويطبق السنة في ذلك فان السنة للحاج يوم عرفه ان يكون مفترا وان لا يصوم قال ويصح ايام التشريق انه يصح ان تكون الثلاثة ايام التي يصومها من لم يجد الهدي ان تكون في ايام التشريق وايام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة لما جاء في صحيح البخاري وغيره عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي وسبعة اذا رجع الى اهله ان يصوم سبعة ايام هذا الذي لم يجد هدي التمتع والقران يصوم ثلاثة ايام في الحج ويصوم سبعة ايام اذا رجع الى اهله ولا يشترض التتابع لانه ليس هناك دليل على اشتراطه ويجب على محصر دم المؤلف عقد بابا للكلام عن احكام الاحصار سماه باب الفوات والاحصار ولذلك سنرجع الكلام عن الاحصار الى ان نصل الى الحديث عن احكام الاحصار في باب الاحصار لكن بشكل مجمل يجب على المحصر دم لقول الله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الاحصار قال فان لم يجد صام عشرة ايام ثم حل اي ان المحصر اذا لم يجد دمن بان عجز عنه او عن ثمنه وجب عليه ان يصوم عشرة ايام قياسا على دم التمتع وهذه المسألة محل الخلاف سنشير للخلاف في المسألة هو القول الراجح في باب المحصر ان شاء الله ثم ذكر المؤلف ما الذي يجب بالوطئ حال الاحرام قال ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الاول او انزل منيا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر بدن الوطئ حال الاحرام هو اشد محضرات الاحرام وهو ايضا اشد مفسدات الصيام فالكفارة فيه مغلضة بالنسبة للصيام هنا بالنسبة للحاج اذا حصل منه جماع فيفرق بين ما اذا كان ذلك قبل التحلل الاول وبعد التحلل الاول قبل التحلل الاول اشد اشد منه بعد التحلل الاول فاذا حصل الوطء قبل التحلل الاول ترتب على ذلك خمسة امور الامر الاول فساد النسك لقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك وحكاه منذر اجماعا الامر الثاني وجوب المضي فيه الامر الثالث وجوب القضاء من قابل الامر الرابع الفدية وهي كما قال المؤلف هي بدنة لاثاني رؤية عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الخامس الاثم ويترتب على ذلك وجوب التوى فهذه الامر الخمسة مترتبة على الوطء قبل التحلل الاول وكما ذكرنا المعتمد فيها على الاثار عن الصحابة وقول المصنف رحمه الله او انزل منيا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمسي بشهوة او تكرار النظر الحق المؤلف هذه الامور بالوطء وانه يترتب على ذلك بدلا وهذا محل نظر لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على الحاق هذه الامور بالوطء والاثار عن الصحابة انما وردت في الوطء فقط الوطء قبل التحلل الاول فقط وقياس هذه الامر على الوطء لا يستقيم لكونه قياسا مع الفارق لان الانزال لا يشترك مع الوطء الا في امر واحد وهو وجوب الغسل ويختلف معه في بقية الاحكام كيف يقاس عليه والاظهر والله اعلم انه يجب بهذه الامر التي ذكر المؤلف من انزال المني وكذلك ايضا يعني من انزال المني بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمسي بشهوة او تكرر نظر انه يجب بذلك ما يجب في سائل محضرات الاحرام من ذبح شات او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين قال فان لم يجدها قال فان لم يجدها صام عشرة ايام ثلاثة بالحج وسبعة اذا رجع يعني اذا لم يجد البدنة فانه يصوم عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجع الى اهلي كما سبق وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاية اذا وقع الوط في العمرة قبل تمام السعي فيجب عليه شاية اذا كان هذا عن عمد اما اذا كان عن جهل وهذا هو الغالب فالجمهور على ان الوطع يستوي فيه العمد والجهل والنسيان وذهب بعض اهل العلم الى انه لا شيء على من ارتكب اي محضور من محضورات الاحرام بما فيها الوطع او الانزال عن جهل او خطأ او نسيان وهذا هو الاقرب الله اعلم لعمم الادلة الدالة على رفع المؤاخذة عن المخطئ والناس والجاهل المؤلف لم يذكر ما الذي يجب اذا كان الجماع بعد التحلل الاول فلابد ان نستدرك هذا نقول اذا كان الجماع بعد التحلل الاول فانه يجب به دم ولا يفسد به النسك انما يفسد النسك اذا كان الجماع قبل التحلل الاول لكن يرى بعض الفقهاء امنه فقهاء الحنابلة انه يجب عليه ان يجدد الاحرام وذلك بان يخرج الى الحل ويحرم منه وعلى ذلك بانه قد فسد ما تبقى من إحرامه فواجب عليه أن يجدده والأقرب الله أعلم أن ذلك لا يجب لأن القول بأنه يجب عليه أن يجدد الإحرام من الحل لا دليل عليه فالأقرب الله أعلم أن الواجب عليه دم فقط مع التوبة إلى الله عز وجل قال مصنف رحمه الله والتحلل الأول يحصل باثنين من رمين وحلق وطواف ويحل له كل شيء إلى النساء والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن قد سعى قبله التحلل الأول عند جمهور الفقهاء يحصل بفعل اثنين من ثلاثة كما قال مصنف وهي رمي جملة العقبة والحلقة والتقصير وطواف الإفاظة إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة الرمي والحلقة والتقصير والطواف إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول ما معنى أن حل التحلل الأول حل التحل الأول كما قال المصنف أي حل له كل شيء حرم عليه هنا المؤلف قال إلا النساء يعني الأدق في العبارة أن نقول إلا وطأ الزوجة يعني إلا النساء قد تشمل حتى غير الزوجة ولذلك الأدق في العبارة أن نقول إلا وطأ الزوجة وإن كان طبعا مقصود المؤلف ومن قال بهذا من الفقه يقصدون بذلك وطأ الزوجة لكن الإفصاح عن ذلك أحسن حتى يندفع هذا الإيهاب فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه إلا وطأ الزوجة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام ما عدا وطأ الزوجة وما يتعلق به وإذا فعل هذه الأمور الثلاثة كلها الرمي جمعة العقبة والحلقة والتقصير وطواف الإفاظة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى وطأ الزوجة وهذا ما يسمى بالتحلل الثاني أو التحلل الكامل وهناك من العلم من يرى أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة فقط والخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في ثبوت الرواي إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء وجاء في رواية أخرى إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء بدون زيادة وحلقتم وهنا نلاحظ أن المصنف والفقهة الذين قالوا إلا النساء أخذوها من الرواية وذلك باعتبار أن هذا معلوم ومفهوم أن المقصود بالنساء يعني وطأ الزوجة ومن أثبت هذه الرواية أخذ بقول الجمهور ومن ضعفها قال بأن المحفوظة من الرواية إذا رميتم بدون زيادة وحلقتم وقول الجمهور وهو أن التحلل يحصل بفعل اثنين من ثلاثة هو الأحوط ويبقى القول الثاني وهو أن التحلل يحصل بمجرد رمي جمرة العقبة قول قوي ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لكلام عن الصيد وعن جزاء الصيد قال المصنب رحمه الله والصيد الذي له مثل من النعم ما معنى الصيد أولا الصيد هو الحيوان الحلال البري المتوحش بأصل الخلقة وسبقا تكلمنا عن هذا في محظولات الإحرام الحيوان الحلال خرج به الحيوانات المحرمة هذه ليست صيدة البري خرج به حيوانات البحر هذه ليست صيدة المتوحش بأصل الخلقة خرج به الحيوانات المستأنسة مثل الإبل والبقار والغنم هذه ليست صيدة وقولنا بأصل الخلقة احترازا ما إذا استأنس هذا الحيوان مثل الحمام الحمام هو في أصل الخلقة متوحش لكنه قد استأنس الآن وأصبح عند الناس في منازلهم فيبقى على أصل الخلقة وهو أنه متوحش ولذلك يعتبر الحمام صيدا قال والصيد الذي له مثل من النعم النعم يعني بهمة الأنعم وبهمة الأنعم هي الإبل والبقر والغنم والغنم تنقسم طبعا إلى الضأن والمعز كما قال الله تعالى ثمانية أزواج من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين فهذه هي النعم وهي بهيمة الأنعم معنى ذلك أن المثل الذي يكون للصيد إنما يكون من بهيمة الأنعم قسم المؤلف الصيد إلى قسمين القسم الأول الصيد الذي له مثل يعني له شبيه والقسم الثاني الصيد الذي ليس له مثل يعني ليس له شبيه فالقسم الأول الذي مثل فالقسم الأول الذي له مثل من النعم قال والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة مثل مؤلف لهذا القسم بالنعامة فإذا قتلها المحرم فالواجب فيها المثل ومثل النعامة من بهمة الأنعام البدنة والجامع في ذلك أن النعامة تشبه البدنة باعتبار طول الرقبة ففيها شبه منها يعني أشبه بهمة الأنعام بالنعامة البدنة وفي حمار الوحش وبقره بقرة حمار الوحش شبه البقر ففيه بقرة وكذلك بقر الوحش شبه البقر ففيه بقرة وفي الضبع كبش وهذا القول باعتبار الضبع الصيد وأنه يحل أكلهم وهذه مثلا محلوا خلاف هل الضبع صيد ويباح أكلهم من العلمة من قال إنه يحرم أكلهم وأنه من ذوات الأنياب من السبع ومنهم من قال إنه صيد لكن يحرم أكلهم ومنهم من قال إنه ليس بالصيد ولا يباح أكلهم والمسألة الخلافية يعني هل الضبع يباح أكلهم وهو صيد أو لا يباح أكله وليس بالصيد أو أنه صيد ولا يباح أكلهم المسألة الخلافية والفقه تكلموا عنها في باب الأطعمة وأنا تكلمت عنها أيضا في السلسابي في شرح الدليل بشكل مفصل وليس الحديث الآن عن هذه المسألة فمن أراد الحديث عنها ليرجع لكتاب الأطعمة سيجد الكلام مبسوطا عن حكم الصيد وحكم أكله لكن هنا يقول إن المؤلف هنا إن جزاء من صاد الضبع فيه كبش فيه كبش لأن فيه شبها به وفي الغزال شات لأنها هي أشبه بهمة الأنعام بالغزال أشبه بهمة الأنعام بالغزال هي الشاه وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة المقصود بالجدي الذكر من ولد المعز الذي له ستة أشهر فإذا صاد وبرا أو ضبا ففيه الجدي الذي هو ولد المعز الذي له ستة أشهر وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر اليربوع هو ما تسميه العامة الجربوع فيبدلون الياء جيما ورجلاه أطول من يديه وهو صيد ففيه جفرة وجفرة ما كان من ولد المعز له أربعة أشهر وفي الأرنب عناق دون جفرة إذا صاد الأرنب ففيه عناق يعني من ولد المعز لكنها أقل من أربعة أشهر ولهذا قال دون جفرة لأن الجفرة لها أربعة أشهر وفي الحمام ثم يعني توسع المؤلف في هذا قال وهو كل ما عب الماء كالقطع والورشين وهو طائر شبه الحمام والفواخت وهي أيضا نوع من الحمام هذه كلها قال فيها شات وذلك لقضاء الصحابة رضي الله عنه ووجه الشبه الجامع بين الحمام والشاه وعب الماء عند الشرم قال وما لا مثل له ثم انتقل لمؤلف القسم الذي ليس له مثل من الصيد كالأوز والحبارة والحجل هذه كلها معروفة كلها طيور معروفة وهي من الصيد وليس لها مثل بهيمة الأنعام والكركي وهو نوع شبيه بالحجل ففيه قيمته مكانه فيقوم الصيد فجزاء الصيد الذي ليس له مثل هو مما ذكره المؤلف من أنه يقوم ذلك الصيد فينظر كم قيمته ويخرج ما يقابله طعاما فرق على مساكين الحرم أو أنه يصوم عن إطعام كل مسكن يوما والخلاصة أن جزاء الصيد على قسمين القسم الأول أن يكون للصيد مثل كالنعامة والغزال فيخير بين ثلاثة أشياء أولا ذبح المثل وتفريق لحم على فقراء الحرم الثاني تقويم المثل بأن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابله طعاما يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع الثالث أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما أما إذا كان الصيد ليس له مثل فيخير بين أمرين الأمر الأول تقويم قيمة الصيد ويخرج ما يقابلها طعاما يوزع على مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع والثاني أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما والأصل في هذا قول الله عز وجل يا أيها الذين أمروا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتلوا منكم متعمدا فجزاء مثل من قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغة الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوقوا وبال أمر عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه وهذا يدل على التشديد في هذه المسألة يعني من عاد لقتل الصيد ينتقم الله منه ينتقم الله منه حتى وإن كان قتل حمامة ينتقم الله منه لأجل انتهاك حرمة الإحرام والحرم من انتهك حرمة هذا البلد الحرام فالله تعالى يقول ينتقم الله منه وهذا يدل على التشديد في شأن حرمة الحرم وأنه يجب أن يكون هذا الحرم حرما آمنا فانظروا كيف أن الله عز وجل شدد في هذه المسألة فقال في جزاء الصيد ومن عاد فينتقم الله منه قال مصنف رحمه الله فصل ويحرم صيد مكة وحكمه وحكمه صيد الإحرام يحرم صيد ما كان في الحرم سواء كان على المحرم أو غير المحرم ما كان داخل حدود الحرم يحرم صيده مطلقا وحكمه وحكم صيد الإحرام على ما ذكرنا من التحريم والجزاء وحدود الحرم قد بينت وحددت تحديدا دقيقا من وقت إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فإن جبريل أتى وحدد لإبراهيم مكان حدود الحرم ثم تناقل الناس بعد ذلك هذه الحدود إلى وقتنا الحاضر فمثلا عرفة من الحل ليست من الحرم بينما مزدلفة من الحرم منها من الحرم فمنطقة الحرم حدودها معروفة وعليها الآن علامات ولوحات تحدد بداية الحرم ونهاية الحرم ويحرم صيد مكة بالإجماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة والصحيح أن تحريم مكة يعني تحريم الحرم أنه كان قبل إبراهيم يوم خلق الله السموات والأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ولكن قوله عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم حرم مكة أي أظهر تحريمها وإلا فإنها محرمة يوم خلق الله السموات والأرض وهذا يدل على عظيم حرمة هذا البلد الذي جعله الله تعالى حراما يوم خلق السموات والأرض ثم انتقل المؤلف لكلامي عن شجر الحرم قال ويحرم قطع شجره وحشيشه المقصود بالشجر والحشيش المقصود بذلك الشجر والحشيش الأخضران اللذان لم يزرعهما الآدمي قوله عليه الصلاة والسلام لا يعضد شجرها ولا يحتش حشيشها ولا يختلخ لها وعلى ذلك يجوز قطع الهابس ويجوز أيضا قطع ما زرعه الآدمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أضاف الشجر إلى الحرم ودل ذلك على أن المحرم إنما هو شجر الحرم دون غيره ويستثنى من ذلك الإذخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا قال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر والمحل والمحرم في ذلك سواء يستوي المحرم غير محرم بتحريم قطع الشجر والحشيش الأخضر الذي لم يزرعه الآدمي لكن هل فيه جزاء؟ قال المصنف تضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشات وما فوقها ببقرة ويضمن الحشيش والورق بقيمته لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه ما في هذا؟ وقال بعض أهل العلم إنه لا جزاء في ذلك مطلقا وأن فيه التوبة لعدم الدليل الدال لهذا والأصل براءة الذمة وأما الأثر المروي عن ابن عباس فعلى تقدير صحته يحمل على الاستحباب ولا نستطيع أن نلزم الناس بمثل هذه الجزاءات إلا بدليل واضح من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو المذهب عند المالكية وهو القول الراجح أن من قطع شيئا من شجر الحرم فإنه يأثم بذلك وأن الواجب عليه التوبة لكن ليس عليه جزاء عن القول الراجح ثم انتقل المؤلف للكلام عن الدم المجزئ في النسك فقال ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه أي في الهدي والأضحية فيجزئ عن البدنة بقرة لقول جابر رضي الله عنهما نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحدي بها البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم ويجزئ عن سبع شيئات بدنة أو بقرة يعني أن البدنة والبقرة تجزئ عن سبع شيئة والمراد بالدم الواجب قال المؤلف والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة يعني الدم الواجب في الهدي هو ما يجزئ في الأضحية والذي يجزئ في الأضحية هو الجذع من الضأن وهما له ستة أشهر أو الثني من المعز وهما له سنة أو سبع بدنة أو سبع بقرة سبع بدنة أو سبع بقرة فإذا ذبح إحداهما فأفضل وتجب كلها أي إن ذبح بدنة أو بقرة فهو أفضل من السبع وأفضل من الشاه لكن إن اختار الأعلى بأن أراد أن يذبح بدنة أو بقرة لازمه ذلك فكان واجبا عليه فلا يصح مثلا أن يقول سوف أضحي بسبع والباقي أخذه بل يلزمه كل هذه البدنة إلا أن يشترك سبع في بدنة أو سبع في بقرة هذا هو المراد المصنف بهذه العبارة ثم قال المصنف رحمه الله باب أركان الحج وواجباته أركان الحج أركان جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى وحصر المؤلف أركان الحج في أربعة قال أركان الحج أربعة الأول الإحرام وهو مجرد النية فمن ترك ولم ينعقد حجه سبق تعريف الإحرام بأنه نية الدخول في النسك فهو ركن من أركان الحج فمن لم يحرم لم يصح حجه ولا بد من الإحرام والنية محلها القلب لكن السنة أنه يهل بما أراد من النسك يقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك عمرة متمتعا بها الحج لبيك عمرة وحجا ولكن هل يشترط التلفظ بذلك لا يشترط على الراجح وتكفي النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعماله بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى ولهذا لو أن أحد مر بالميقات ونوى الإحرام ولم يتلفظ لم يهل لم يقول لبيك عمرة ولبيك حجا فإحرامه صحيح لأن النية تكفي في هذا الركن الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة وهو آكد أركان الحج وهو ركن من أركان الحج بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ووقته يعني وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة هذا هو ابتداء وقته وهذا هو القول الأول في المسألة وهو المذب عند الحنابلة وهو من المفردات والقول الثاني أن ابتداء وقت الوقوف بعرفة يبتدأ بالزوال بزوال الشمس القائلون بأنه يبتدأ من طلوع فجر يوم عرفة استدلوا بقصة عروة بمضرس الطائي وفيه أنه قال يا رسول الله أكللت راحلتي وتعبت نفسي ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذا ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفث قولوا قوله أو نهارا النهار يبتدأ من طلوع الفجر وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواع عند الحنابلة إلى أن ابتداء وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس وحكي إجماعا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يقفوا إلا بعد الزوال قد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم وهذا هو القول الراجح وهو الذي عليه أكثر أهل العلم وحكي إجماعا وأما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عروة أو نهارا المقصود بذلك بعد الزوال المقصود بذلك بعد الزوال قال إلى طلوع فجر يوم النحر أي أن وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع فجر يوم النحر وهذا بالإجماع ثم بعد ذلك انتقل المؤلف لكلام عن جزئيات متعلقة بوقت الوقوف بعرفة نفتتح بها درسنا قادم إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم على بي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر